مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انخفاض محسوس لدرجة الحرارة خلال ليلة اليوم بحول الله على أغلب المناطق الداخلية بالخصوص نحو الهضاب العليا حيث ستصل غير أربع درجات تحت السفر بالبيت لذا يجب أخذ الحيطة والحذر تشكل الجديد وأيضا السقي على كل الطرقات المؤدية نحو المرتفعات الداخلية يجب دائما أخذ الحيطة ثم الحيطة بالنسبة لصور القمر الاستناعي نصفة ميزة نهار اليوم كافة أرجاء الوطن بالنسبة اليوم الغد بحول الله بعض السحب التي ستكون سفلة خلال صبيحة نحو المناطق الغربية تتبعها أجواء مشمسة لكن دائما نسبة رطوبة عالية مع ضباب وأيضا الجليد نحو المرتفعات الداخلية يتلاشى تدريجيا مع طلوع الشمس بحول الله على المناطق الوسطى وكذلك المناطق الشمالية الشرقية غالبا ما تكون السماء غائمة مع برودة محسوسة أيضا انخفاض محسوس لدرجات الحرارة على كل هذه المناطق تشكل أيضا الضباب خلال صباح الباكر وبعض الأمطار التي تكون محتملة على سواحل التي تقع بشرق العاصمة الأمطار ستكون تحت وقع الرعود خلال ظهيرة نحو سواحل الشرقية تكون أقل غزارة نحو المرتفعات الداخلية بعض السحب العابرة نحو المرتفعات الوسطى بدون فعالية سفع على شمال الصحرى وتكون الأجواء مغاشة جزئيا من مناطق الصورة نحو وسط الصحرى إلى غاية الجنوب الشرقي إذن أربع درجات تحت صفر ستسجل خلال ليلة اليوم بحول الله على مرتفعات البيض العامة وسعيدة درجتين تحت صفر بتيارة بالجلفة درجة واحدة تحت صفر بباتنا درجتين بقسنطينا أربع درجات بتزيوزو من خمسة إلى تسعة درجات نحو السواحل منخفضة أيضا بشمال الصحرى بغردية ورقلة كذلك بحسيم سعود إناميناس وإليزي لتقرب ثلاث درجات فقط أربع درجات ببشار بيتين دوف 8 رأس تواجنات وتصل 15 درجات بكل من برج بجيمختار وعين قزان خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى أيضا ستعرف انخفاض مقارنة بنهار اليوم حيث لن تتعدى 15 درجة بالعاصمة أيضا بعنابة 16 بوهران بيتين امسان تقرب 9 درجات كأدنى مقياس بالجلفة بالبيض برودة محسوسة 10 درجات بباتنا 16 بشمال الصحرى 18 بالصورة بمرتفعة الهوغار والتاسيلي 21 درجة بيتين دوف عين صالح وإليزي 25 بأقصى الجنوب أما عن حالة البحر اليوم الغد بحول الله سيكون قليل الاتراب لمطارب محليا بسواحل الغربية مع رياح من شرقية إلى شمالية شرقية بحر مطارب على السواحل تقع من شرشل لحو دلس رياح شمالية تماما تكون معتدلة تميل إلى غربية وشمالية غربية نحو دلس إلى غاية سكيكدا ثم تدور إلى جنوبية غربية نحو أقصى السواحل الشرقية هنا سرعتها ستكون ضعيفة بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله خلال يومية الجمعة وسبت نبقى نسجل تقص متقلب نحو المناطق الوسطى وشرقية احتمال لبعض الأمطار نحو السواحل التي تقع بشرق العاصمة إلى غاية السواحل الشرقية أما على المناطق الغربية أصفى يبقى أهم ميزة لكن دائما ضباب خلال صباح الباكر ضباب أيضا مع توجد بعض الصحبة سفلة خلال صباح الباكر نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحد درجات الحرارة تبقى باردة في انخفاض لن تتعدى ستة عشر بسواحل تقرب سي درجات محليا بالمناطق الداخلية وأعلى مقياس دائما بأقصى الجنوب بأربع وعشرين درجة خلال يوم الأحد يعود الصفاء من جديد دائما ضباب خلال الصباح الباكر مع نسبة رتوبة عالية أثناء الليل والصباح الباكر نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وضوحيها إذن وقت شروق الشمس لصباحة الغد بحول الله سيكون في حدود الساعة الثامنة بالضبط والغروب في حدود 43 دقيقة بعد الخامسة مساء لأكثر تفاصيل تبقى عنوين مصلحة الأرصاد الجوية في خدمتكم أشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء